اعتمدت المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التامين ضد التعطل عن العمل وحددت المؤسسة مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض بعقوبة قدرها خمسون ألف ريال ومخالفة عدم استناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض بعقوبة قدرها عشرون ألف ريال وشملت عقوبة العشرة آلاف ريال مخالفات عدم الالتزام بدفع جور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض